أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أليس لام مين تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على الأرض ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم ثم ثواه ونفط فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكون وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتعباكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى بالمجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفء هداها ولكن حق القول مني لأمبأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب القذب بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها قروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون فتجافى جنوبهم عن المطادع يدعون ربهم طوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفء ما أخفي لهم من طرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يسترون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فتقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أريدوا فيها وقيل لهم فوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنهيقنهم من العذاب الأجنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موكا الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه ذا لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يمكنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا لسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبسرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض أنهم وانتظر إنهم منتظرون